أنتم تسمعونني وتجدون كلامي صحيحا لكنكم لا ترتبون أثرا الأفضل لكم أن لا تسمعوني إذا ما سمعتموني ووجدتم كلامي صحيحا ولم ترتبوا أثرا سينعكس هذا حتى في ذراريكم سينعكس الضلال في ذراريكم ولذا أنصحكم لا تسمعوا برامجي لا تتابعوا برامجي إذا كان في نيتكم أن لا ترتبوا أثرا على الكلام الذي تسمعونه حينما تجدونه صحيحا قضية خطيرة هذه حينما تجدون الكلام صحيحا ولا ترتبون أثرا وهذا هو ديدن الشيعة عموما وخصوصا العراقيون من الشيعة يسمعون ويجدون الصحة فيما يسمعون ولكنهم لا يرتبون أثرا على ذلك وعليه يعبرون ولا يبالون بذلك وما سوء التوفيق الذي أصاب شيعة العراق ليس في زماننا هذا وإنما عبر الأزمنة الماضية إلا بسبب هذه الحالة لأن الحجج قد أكدت عليهم بنحو هو أكثر مما أكدت الحجج في البلدان الأخرى الحجج تؤكد عليهم ويقبلون ذلك نظريا لكنهم لا يرتبون عليه أثرا عملية تسلسل الحديث من القسم الأول إلى القسم الثاني حتى وصلت معكم إلى المبلغين الذين يحاربون بتبليغهم الشهادة الثالثة بأسلوب شيطاني وبحرب إبليسية مقنعة وبدأت بأكبرهم وأولهم الوائلي وكشفت لكم عن جهله بثقافة العترة الطاهرة وكشفت لكم عن ضلاله الواضح وبالوثائق والحقائق قد يكون هذا الكلام ثقيلا على السيستانيين على الوائليين على الطوسيين عموما لكن الحقيقة مرة وهذه هي الحقيقة عردت لكم كيف يتحدث واصفاً أحاديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بأنها زبالة بسبب جهله وجهالته بسبب سخفه وسفاهته وسفاهته وبسبب اعتماده على كتب المراجع العظام من سفهاء وسخفاء المذهب الطوسي اللعيم هذا كله مر علينا في الحلقة المتقدمة لا زال الحديث عند الوائلي هذا يصر في مجالسه دائماً على الفكرة الناصبية القذرة من أن المجتهد في اجتهاده إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد هذا منطق سقيفة بني ساعد وقد علموا الشيعة عليه هذا هو منطق المذهب الطوسي القدر منطق دين العترة الطاهرة هكذا يقولون صلوات الله عليهم من فسر القرآن برأيه من أفتى برأيه من أعطى رأيه في الدين من عنده فإن أصاب لم يؤجر إن أصاب لم يؤجر قد تقولون لماذا إن أصاب لم يؤجر هذه القضية لا ترتبط بمسألة الصواب والخطأ هذه القضية ترتبط بمسألة الدين فإن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعبد من حيث هو يريد لا من حيث يريد العبد إبليس يعتقد بوجود الله ويعتقد بوحدانيته ويعتقد بأن العبادة لله ويعتقد ويعتقد لكنه رفض السجود لآدم وأراد أن يسجد لله سبحانه وتعالى فإن الله لعنه وطرده وقال له يا إبليس أنا أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد أنت المشكلة هنا ليست في الصواب والخطأ وإنما مثل ما بيّن لنا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا قد تكون النتائج في بعض الأحيان صحيحة لكن الإنسان لا يؤجر عليها هذا منطق العترة من فسر القرآن برأيه يعني أنه قد نقض بيعة الغدير لم يلتزم بمواثيق بيعة الغدير في أن التفسير يؤخذ من علي وآل علي من فسر القرآن برأيه من أفتى برأيه حتى هذا الحديث من أفتى بغير علم أكبه الله على من خريه في نار جهنم من أفتى بغير علم بغير علم يريده الله ربما يمتلك علما ولكن ليس من البوابة التي فتحها الله وقد يصيب في بعض النتائج لكنه حينما يفتي من دون علم محمد وآل محمد النتائج في آخر الأمر عاقبة أمره بغض النظر هل كانت النتائج العلمية صحيحة أم لم تكن القضية ترتبط بأصل المعتقد ترتبط بحقيقة العبادة فمن أفتى بغير علم بغير علم مأخوذ منهم صلوات الله عليهم بغير قرآنهم المفسر بتفسيرهم وبغير حديثهم المفهم بتفهيمهم الذي يفتي يفتي في القرآن يفتي في العقائد الفتوى ليست خاصة بالمسائل الإبتلائية في أحكام الحياة اليومية التفسير فتوى العقيدة فتوى الفتوى بيان رأي بيان نتيجة علمية تبتني على مبان وعلى أدلة وعلى مقدمات فمن أفتى بغير علم أكبه الله على من خريه في نار جهنم عاقبة أمره ستأول إلى هذا بغض النظري عن النتيجة هل كانت صحيحة أم لم تكن أعود إلى منطق العترة الطاهرة من فسر القرآن برأيه من أفتى في حكم من الأحكام من أعطى رأيا في الدين كل هذه الاحتمالات وما يتفرع عنها إذا أصاب لم يؤجر وإذا أخطأ وإذا أخطأ فليتبوأ مقعده من النار هذه عاقبة أمره يؤثم وإذا أخطأ فإنه مأثوم وليتبوأ مقعده من النار بينما منطق سقفة بني ساعدة فإن المجتهد في اجتهاده إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر وهذا هو الذي تشبع به ذهن الوائلي رجاء أعرض لنا الوثيقة رقم ثلاثة من الحلقة مية وثلاثة وثلاثين من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق بترية وضلال الوائلي إذا لا والله ما لقى إلى أجر على تعب على جهد إن أصاب إلى أجرين وإن أخطأ إلى أجر واحد هو كل ما عنده عنده الحكم الظاهري اللي حصل عن طريق استقراء الأدلة إلى أن يوصل إلى الحكم لدور على المسألة الشرعية بلع من دليل أما راح يصيب الواقع يولا لا كل واقعة من الواقع إلى حكم عند الله إلى حكم واقعي لكن أن الفقيه دائما يصيب الواقع لا يخطئ نعم جائز عليه الخطأ وجائز عليه الهصابة هذا هو منطق الوائلي ومن على ذائقته في المذهب الطوسي القذر هو منطق ناصبي صرف رجاء أعيد بث الوثيقة إذا لا والله ما لقى إلى أجر على تعب على جهد إن أصاب إلى أجرين وإن أخطأ إلى أجر واحد هو كل ما عنده عنده الحكم الظاهري اللي حصل عن طريق استقراء الأدلة إلى أن يوصل إلى الحكم يدور على المسألة الشرعية طلعها من دليل أما رح يصيب الواقع يو لا لا كل واقعة من الوطاع إلى حكم عند الله إلى حكم واقعي لكن أن الفقه دائما يصيب الواقع لا يخطئ نعم جائز عليه الخطأ وجائز عليه الإصابة هذا الرجل هذا الرجل منذ خمسينات القرن الماضي القرن العشرين إلى أن توفي ملأ رؤوس الشيعة بالقذارة الناصبية وبتأييد من مراجع النجف وكربلا بتأييد من المراجع الطوسيين الذين ماتوا أو الذين بقوا من الأحياء سود الله تعالى وجوههم جميعا من الأموات أو من الأحياء على الذي فعلوه بالشيعة لقد فتحوا مجرا كبيرا من مجاري النجاسة الناصبية الطوسية وملأوا رؤوس الشيعة بقذارته نذهب إلى الوثيقة رقم أربعة من الحلقة مية وثلاثة وثلاثين من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق بترية ومرجئية وضلالي الوائلي أعود للموضوع إذا القياش إحنا ما مضطرين إلى ما محتاجين إلى حتى ندور القياش لا الأحكام كافية في تغطيتها أي مسألة تصورها هي إلها حكم ولذلك المجتهد علي أن يدور عن هذا الحكم إذا أصاب الله يعطي أجرين أجر على تعب هو أجر على إصابة الحكم الواقعي وإذا لا والله أخطأ الحكم الواقعي يأخذ أجر لأن الدليل وصل لهنا ما أدري الله عز وجل أعلم بأحكامه الواقع هو عند الله المجتهد علي أن يهي أدوات الفنية ويبحث إلى أن يتعب يوصل إذا وصل الله يتيبه على ذلك بش بشارط كما سيمر علينا إن شاء الله بشارط أن يكون مجتهد هذا هراء النواصب بدرجة مئة بالمئة وهكذا يعلمونكم أنا لا أستطيع أن أعرض كل ضلال الوائل لكنني أقول لكم بأن كل الذي يتكلم به الوائل يأخذه من أعداء العترة الطاهرة علاقته بالفخر الرازي وتفسير الفخر الرازي هذا أمر معروف حتى أن الذين يقلدونه من الخطباء الحمير من خطباء النجف وكربلاء مجموعة المطايا ذول الخطباء اللي يصعدون المنابر وينقلونهم بث مباشر هل هل مجموعة هذه مجموعة المطايا اللي يقلدون الوائل إنهم يصطحبون معهم تفسير الفخر الرازي لأن الوائل لا يستطيع أن يستغني عن تفسير الفخر الرازي وهو يخاطب الشيعة أن يعود إليه إذا احتاج أمرا في التفسير رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لنا في حديث الثقلين ما إن تمسكتم بهما بالقرآن والعتر فلن تضلوا بعد أبدا وأخذ علينا ميثاقا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط الوائل يرجعكم إلى الفخر الرازي قطعا كل الذي يعلمكم إياه في مجالسه مأخوذ من تفسير هذا الناصبي الشافعي رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم خمسة من الحلقة مية وثلاثة وثلاثين من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائقي بتريتي ومرجئيتي وضلالي الوائلي المفشرين اللي عندكم من عنده الفخر الرازي جين أو عنده مجمع البيان أو عنده كتب التفاشير الكبيرة بالذات خليوا أرجع للفخر الرازي ذكر التفاسير وذكر مثالين ذكر مجمع البيان وهو تفسير نحصبي نجس قذر صرف تفسير أطابرسي ولهذا سبب تتخذه حوزة النجف تفسيرا مركزيا مراجع النجف إذا أرادوا أن يفسروا آية رجعوا إلى مجمع البيان الكتاب المؤلفون الشعراء الخطباء الجميع الجميع في النجف وكربلاء إذا أرادوا شيئا من التفسير رجعوا إلى هذا التفسير الناصبي القذر إلى تفسير مجمع البيان الوائلي ذكره ثم أعرض عن أرجع الشيعة إلى تفسير الفخر الرازي هذا نقض واضح لبيعة الغدير ونقض بيعة الغدير كفر صريح بحسب الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة أنتم تسمعوني وتجدون كلامي صحيحا لكنكم لا ترتبون أثرا الأفضل لكم أن لا تسمعوني إذا ما سمعتموني ووجدتم كلامي صحيحا ولم ترتبوا أثرا سينعكس هذا حتى في ذراريكم سينعكس الضلال في ذراريكم ولذا أنصحكم لا تسمعوا برامج لا تتابعوا برامج إذا كان في نيتكم أن لا ترتبوا أثرا على الكلام الذي تسمعونه حينما تجدونه صحيحا قضية خطيرة هذه حينما تجدون الكلام صحيحا ولا ترتبون أثرا وهذا هو ديدن الشيعة عموما وخصوصا خصوصا خصوصا العراقيون من الشيعة يسمعون ويجدون الصحة فيما يسمعون ولكنهم لا يرتبون أثرا على ذلك وعليه يعبرون ولا يبالون بذلك وما سوء التوفيق الذي أصاب شيعة العراق ليس في زماننا هذا وإنما عبر الأزمنة الماضية إلا بسبب هذه الحالة لأن الحجج قد أكدت عليهم بنحو هو هو أكثر مما أكدت الحجج في البلدان الأخرى الحجج عند الفقر الراجي أو عنده مجمع البيان أو عنده كتب التفاشير الكبيرة بالذات خلي أرجع للفقر الراجي شيطان بالرفاعي من جيل الوائلي وعلى علاقة بالوائلي يحدثنا على الجانب الآخر سماحت سيد يبدو أن علماء النجف يعيشون حالة انفتاح واضحة على الآخر فهذا الشيخ الوائلي يقول من أن نسبة الكتب السنية في مكتبته تصل إلى 95% وواضح مدى تأثر الشيخ الوائلي بالفكر الإخواني والفكر القطبي فما هي علاقتكم بسماحة الشيخ الوائلي على المستوى الشخصي أو على مستوى حزب الدعوة وقد ذكرتم في كتابكم الأمالي أن الشيخ الوائلي لم ينتمي إلى حزب الدعوة رسميا لكنه كان بنفس الاتجاه أصادق على كل كلمة قلتها عن الشيخ الوائلي هو كذلك وقد أضاف إلى ما قلت أنا قلت عشر بالمية وكذا هو يقول خمسة بالمية الوائلي أول ما بدأ كان يتسلح في خطاباته أو يتقدم في خطابه الذي أخذ به الشهرة كان يرجع إلى تفسير الفقر الرازي ثقافته فخرية رازية تفسيرية تفسيرية وأنا كنت أتابع الشيخ أحمد في ذلك الوقت وأراجع فخر الدين الرازي فأجد الشيخ أحمد مضمون خطابها تقريبا 80-90% من مأخوذ من الفقر الرازي من تفسير الفقر الرازي ثم بعد ذلك كان يأخذ من في ظلال القرآن يأخذ من كتب السنة فثقافة الشيخ أحمد الوائلي مزدوجة شيعية وسنية معا يعني هو شيع الرجل ومن وجوه الشيعة ومنبره يعتبر المنبر الأول في العراق نعم ما قاله صحيح أما في قضية انتماء للدعوة كما ذكرت لم ينتمي ولكن كان متعاطفا وذكرت في الأمالي أنه لما احتجنا في النجف إلى هاي شي سموه الرانيوم شي سموه جهاز الرانيوم للطبعة نعم التجلنا إليه هو الرجل تبرع وجاء بنا الجهاز ونكنا نطبع به النشرات الوائلي الذي يتمسك بتفسير الفخر الرازي وكل قذارات الفخر الرازي ألقاها في رؤوس الشيعة منذ بداية اعتلائه المنبر وإلى أن مات لقد بقي الوائلي يتقيأ القذارة الناصبية طيلة حياته إلى أن مات إلى آخر لحظة في حياته يلوك قذارتها النواصب ويجترها اشترارا ثم يتقيأها في رؤوس الشيعة بمباركة من المراجع الطوسيين في النجاف سود الله تعالى وجوههم على الذي فعلوه بالشيعة هذا هو الذي جرى على أرض الواقع في الوقت نفسه حينما ينقل تفسير إمام زماننا للآية من سورة مريم كاف ها يا عين صاد يستهزئ بتفسير إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هل تريدون نقضا لبيعة الغدير يكون أقذر وأوسخ من هذا في الوقت الذي يتقيأ في رؤوسكم خراء الفخر الرازي في الوقت ذاته مراجع الخرائف النجاف يدفعونكم باتجاهه ويقولون لكم هذا هو الذي يمثل التشيع يمثل التشيع الطوسي النجس الخرع في الوقت نفسه يستهزئ بتفسير إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الرواية الأصل في كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة الرواية طويلة رواية سعد الأشعري القمي حينما ذهب إلى سامراء في حياة إمامنا الحسن العسكري وكان يحمل معه مجموعة من الأسئلة وأراد الجواب عليها من إمامنا الحسن العسكري لكنه أمره أن يأخذ الأجوبة من صاحب الزمان من ولده المهدي الإمام أجاب على أسئلة سعد الأشعري من جملة أسئلة سعد الأشعري سأله عن تأويل كاف ها يا عين صاد والتأويل هو التفسير بحسب ثقافة العترة الطاهرة لا شأن لي بما يقوله نواصب السقيفة بني ساعدة أو ما يقوله نواصب السقيفة بني طوسي اللعينة النجسة الخرئة القذرة وهذا الوائلي مصداق من مصاديقها وصورة من صورها في صفحة الثامنة والثمانين بعد الأربعمائة إمام زماننا يقول لسعدن الأشعري من أن كاف ها يا عين صاد فالكاف اسم كربلاء والهاء هلاك العترة والياء يزيد وهو ظالم الحسين والعين عطشه عطش الحسين وصاد صبره صبر الحسين الرواية طويلة لا مجال لقراءتها وقد تحدثت عنها مرارا وكرارا في برامج المختلفة الوائلي ماذا يقول رجاء اعرض لنا الوثيق رقم واحد وخمسين من الحلقة مية واربعة وثلاثين من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق بترية ومرجئية وضلال وجهالتي وسفاهتي الوائلي اتشقدت لقالك فالمفشر يجي يقول لك كاف هاي عن صاد الكاف كربلا والهاء هلا في العطرة والعين ما اجل شنو ويقوم يسطر لكم الحكي الماجي ما اجل ما اجل ما اجل ما اجل ما اجل هاي تفاسير وهاي بعيدة عن روح القرآن القرآن هالعطاء الضخم ما يجي بهالمحاولات هذه الماجي دونها البسيطة هاي عقلية وحدة عندها مغزل عجوز مخرجة هكلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا هاللون من التفشير لا يقبل بحال من الأحوال هكذا تعلمكم حوزة النجف وهكذا يعلمكم الوائل المشكلة أنكم لا تعون القضية ليست خاصة بالوائل كل الخطباء كل الفضائيات كل أصحاب العمائم كل أصحاب العمائم الذين تستمعون إليهم في المساجد في الحسينيات في الفضائيات في الدروس في كل مكان تصادفونهم في الشارع ما يقدمونه لكم من الدين لا علاقة له بدين العترة الطاهرة هو مناقض ومناف لدين العترة الطاهرة بلا استثناء أنا لا أستثني أحدا وخصوصا حينما تكون العمائم كبيرة أكثر العمائم وأنجسها العمائم الكبيرة أتحدث عن عمائم مراجع النجف هذه عمائم الجهل والجهالة عمائم السخف والسفاهة وهذه النتائج بين أيديكم فما يتقيأه الوائل جاء به من عنده قذارة الوائل ما هي من عنده أساسا هي من عند أولئك القذرين من عند أولئك الذين هم آيات للشيطان وما هم بآيات لله نواب لإبليس وما هم بنواب لصاحب الزمان هذه الحقيقة المخشرة الحقيقة المجردة الحقيقة العارية عن الأغطية والحجوب ما أعرضه لكم عن الوائل وعن غيره من المبلغين من مبلغي دين الشيطان آثار لأولئك البتريين المرجعيين السخفاء الذين الذين تتصورون أنهم نواب لصاحب الزمان هؤلاء منجم للقذارة ومنجم للجهالة وما يتقيعون به إن كان من فوق أو من تحت ينافر طهارة دين العترة الطاهرة والحقائق أعرضها بين أيديكم من كتبهم من مصادرهم ومن ألسنتهم الوائل بقي إلى آخر لحظة في عمره على هذا المنوال رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم عشر من الحلقة مية وثلاثة وثلاثين من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة حلقات بطرية ومرجئية وضلالة وسفاهة وجهالة الوائل شيخنا يخطرني أنه كان هناك لديكم توجه نحو إنشاء مركز أو مجمع للتقريب بين المذاهب هل كنتم من الرواد في هذا المذاهب الفكرة هي ليش وإنما هي للجمعية بالداخل وقد جسدتها في خطوة أولى في كلية الفقه لأننا في كلية الفقه كنا ندرش فقه إبي حنيفة وفقه الشافعي وفقه أحمد بن حنبل وفقه مالك وفقه جعفر بن محمد الصادق على صعيد سواء في كتاب الفقه المقارن لأحد أساتذة الحوزة أو أحد أساتذة الكلية المرحوم الشيو حمد تقي أليس الشعيد الحكيم تغمده الله برحمته الذي توفي في هذه السنة تغمده الله برحمته وهو من اللامعين ومن الذهنيات الحادة التي أصلت وأعطت وأبدعت في جمعنا لآراء المذاهب الإسلامية وأخذ آراء المذاهب الإسلامية بدون حساشية بالإضافة إلى استعراض جملة من العقائد التي كنا نستعرضها وجملة من المشائل الفقهية في مؤلفات فقهائنا كالخلاف للشيخ الطوشي وأمثال الخلاف مما كنا نقرأه من كتب أخرى للمذاهب الإسلامية كل ذلك كان يشكل منهجا عندنا للجمع بين الأمزج المختلفة للمذاهب الإسلامية في الاتجاهات العلمية فنحن نشأنا في هذه الأجواء ونكاد نقول أن هذه الأجواء تربينا وترعرعنا عليها فلا يقال أن عندنا توجه أو ميل إلى ذلك بل كنا في الصميم من ذلك هكذا يقول الوائلي كنا ندرس فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي وفقه أحمد بن حنبال وفقه مالك وفقه جعفر بن محمد الصادق على صعيد سواء الرؤوس متساوية عنده الرؤوس متساوية في النجف ألا لعنة الله على حوزة النجف إنها حوزة الضلال ألا لعنة الله على حوزة الطوسي إنها حوزة العقائد البترية والفكر المرجئي القذر لا لعنة الله عليها منذ أن أسسها ذلك الطوسي المشؤوم سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وإلى هذه اللحظة يتواصل ضلالها ويتدافع غيها وتتركز بتريتها ومرجئيتها يوما بعد يوم خصوصا حينما وصل السستاني إلى المرجعية فقد عمق هذه المضامين كثيرا لبتريته الشديدة ومرجئيته الغليظة بتري شديد جدا هذا السستاني ومرجئي غليظ جدا هذا السستاني في كل معتقداته في كل تفكيره القضية ليست خاصة به لكنه المرجع الأعلى البقية أيضا قاذورة هؤلاء الذين يقال لهم المراجع العظام قاذورات بترية ومرجئية متراكمة ومتراكبة هذه نتائج حوزة الطوسي إلى أن يقول الوائلي فنحن نشأنا في هذه الأجواء ونكاد نقول إن هذه الأجواء تربينا وترعرعنا عليها فلا يقال لأن مجر المقابلة قال له أنه أنه كان هناك لديكم توجه فلا يقال فلا يقال أن عندنا توجه أو ميل إلى ذلك بل كنا في الصميم من ذلك يعترض على قول الذي يحاوره بأن قال له عندكم توجه يقول أنا في الصميم في صميم هذا الموضوع رجاء أعيد بث الوثيقة شيخنا يخطرني أنه كان هناك لديكم توجه نحو إنشاء مركز أو مجمع للتقريب بين المذاهب هل كنتم من الرواد في هذا المذاهب الفكرة هي ليست لي وإنما هي للجمعية وقد جسدتها في خطوة أولى في كلية الفقه لأننا في كلية الفقه كنا ندرش فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي وفقه أحمد بن حنبل وفقه مالك وفقه جعفر بن محمد الصادق على صعيد سواء في كتاب الفقه المقارن لأحد أساتذة الحوزة أو أحد أساتذة الكلية المرحوم الشيء محمد تقي أليس الشعيد الحكيم تغمده الله برحمته الذي توفي في هذه السنة تغمده الله برحمته وهو من اللامعين ومن الذهنيات الحادة التي أصلت وأعطت وأبدعت في جمعنا لآراء المذاهب الإسلامية وأخذ آراء المذاهب الإسلامية بدون حساشية بالإضافة إلى استعراض جملة من العقائد التي كنا نستعرضها وجملة من المشائل الفقهية في مؤلفات فقهائنا كالخلاف للشيخ الطوشي وأمثال الخلاف مما كنا نقرأه من كتب أخرى للمذاهب الإسلامية كل ذلك كان يشكل منهجا عندنا للجمع بين الأمزج المختلفة للمذاهب الإسلامية في الاتجاهات العلمية فنحن نشأنا في هذه الأجواء ونكاد نقول أن هذه الأجواء تربينا وترعرعنا عليها فلا يقال أن عندنا توجه أو ميل إلى ذلك بل كنا في الصميم من ذلك تجارب مع المنبر هذا آخر كتاب كتبه الوائلي طبع هذا الكتاب وهذه طبعته الأولى سنة 1998 ميلادي الوائلي توفي سنة 2003 وثلاثة ميلادي هذه عصارة تجربة حياته هو هكذا يقول لست أنا الذي أقول الكتاب عنوانه تجاربي مع المنبر الدكتور الشيخ أحمد الوائلي إنها طبعة دار الزهراء بيروت لبنان الطبعة الأولى 1998 ميلادي ماذا يقول في المقدمة تحت عنوان الإهداء إلى أخوة الدرب هذا إهداء إلى الخطباء إلى خطباء المنبر الحسيني الشيعة إنهم شيعة الطوسي كما هو حال الوائلي نفسه إلى أخوة الدرب الذين تتابعت قوافلهم في طريق أبي الشهداء الممتد من يوم شهادته حتى الساعة وتوالت خطاهم في قطع مراحل المسيرة على تفاوت فيها إلى آخر كلامه فهو يهدي كتابه إلى خطباء المنبر الحسيني هذا الكلام في الصفحة السابعة أذهب إلى صفحة 111 عنوان خطواتي في المنهج إنه يشرح منهجه العقائدية والفكرية والثقافية في منبره فيما كان يقدمه لشيعة على المنبر خطواتي في المنهج صفحة 111 إلى أن يصل كلامه صفحة 123 و يأتي من بعد أئمتنا من أين يأخذ منهجه كما يقول يأخذ منهجه من أئمتنا ونحن إلى الآن ما سمعنا منه شيئا عن الأئمة صلوات الله عليهم وإذا ما نقل شيئا فإنه ينقل الذي يأتي منسجما مع ثقافة النواصب عرضت عليكم يوم أمس كتب حديث أهل البيت التي لا يعرفها وليس له من الطلاع عليها بحسب ما صرح هو فهو كان يبحث عن رأي مخرف بخصوص الآية من سورة الشرح فإذا فرغت فانصب مر الكلام علينا لا أريد أن أعيده وعمليا جئتكم بالكتب التي اعتمدها والتي على أساسها أنكر وجود حديث أهل البيت بخصوص الآية التي أشرت إليها قبل قليل وجئتكم بمصادرنا وكتبنا التي لا يعرف عنها شيئا ولم يكن قد اطلع عليها لأنه لو كان قد اطلع عليها لوجد الأحاديث التي أنكرها وهو كان يبحث عن رأي مخرف كما يقول حتى لو كان مخرفا لكن يبدو هاي كليشة أنه يأخذ من الأئمة كليشة وإلا أين هذا العلم الذي أخذه عن الأئمة وكل مجالسه مأخوذة من الفخر الرازي ومن سيد قط فأين هذا التفسير أين هذا العلم أين هذه الحكمة التي أخذها من الأئمة هذه كليشة على أي حال ويأتي من بعد أئمتنا من هم سلفنا الصالح أي سلف صالح هذا الذي تحدث عنه صاحب الأمر في رسالته إلى المفيد مذجنح كثير منكم يخاطب مراجع الشيعة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شهسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هل أن الوائل تميز الأمر ورجع إلى السلف الصالح ذلك الذي يتحدث عنه صاحب الزمان من هم هؤلاء السلف الصالح الذين يتحدث عنهم هذا الوائل هؤلاء هم السلف الصالح الذين اتخذهم المذهب الطوسي بديلا عن السلف الصالح الذين يريد امام زماننا منا أن نتبع منهجهم فهؤلاء بديل عن أولئك هذا هو عنوان الضلال في منهج الوائل وفي المنهج الطوسي عموما ويأتي من بعد أئمتنا سلفنا الصالح سدنة الإسلام من هم هؤلاء وحملة علوم الشريعة وفقهاء الأمة من هم هؤلاء ويأتي من بعد أئمتنا سلفنا الصالح سدنة الإسلام وحملة علوم الشريعة وفقهاء الأمة ليكون من روادنا في طريق المنبر بإحياء ذكرى أب الشهداء كتابا وشعرا وممارسة وعلى سبيل المثال للحاصر الشريف الرضي هو هذا ما هو بشعه الشريف الرضي اختار شخصية هي أبعد ما تكون عن منهج العترة الطاهرة هذا جلوهز عباسي هذا من أعوان العباسيين رجل كان يبحث عن السلطة والدنيا وأدل دليل على ذلك ترك الخطب الصحيحة الموجودة في الكاف الشريف لم ينقلها في نهج البلاغة وذهب إلى كتب النواصب ونقل نصوص الخطب من كتب النواصب نقل النصوص المحرفة النصوص الأصلية موجودة في الكاف وغيره من خطب الأمير تركها وذهب يبحث في كتب النواصب فجاء بصيغ منقوصة محرفة لكن بلاغة الأمير واضحة نستطيع أن نتلمس التحريف في كل سطر من السطور التي حرفت في نهج البلاغة الشريف وعلى سبيل المثال لن حاصر الشريف الرضي وماذا بعد والإمام الشفعي والإمام أحمد بن حنبل وهكذا هؤلاء هم سلفنا الصالح ويأتي من بعد أئمتنا سلفنا الصالح سدنة الإسلام وحملة علوم الشريعة وفقهاء الأمة ليكونوا من روادنا في طريق المنبى بإحياء ذكرى أبو الشهداء كتابا وشعرا وممارسة وعلى سبيل المثال لنحاصر الشريف الرضي والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وهكذا ما شبيه الشيء ينجذب إليه ينجذب إلى الشريف الرضي وهكذا يتسلسل استعراض الواقعة من العصور الأولى إلى هذه العصور سلفه الصالح الشريف الرضي والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وهكذا هؤلاء هم الذين تأخذون دينكم منهم أنا أسألكم لماذا تتأكدون من جلود أحذيتكم هل أن هذا من الجلود المذكات أو لا وأنتم تلبسون حذاء وأنتم تشترون حذاء لماذا تتأكدون من أن الطعام الذي تأكلونه إن كان لحما أو كان غير ذلك من الطعام المحلل وهو سيتحول إلى غائط بينما الثقافة والعلم والمعرفة والعقائد هذه ستبقى ثابتة في عقولكم وستموتون عليها لماذا لا تسألون عن مصادرها لماذا لا تسألون عن مصادرها ماذا نقرأ في الكتاب الكريم في سورة عبس وتولى إنها الآية الرابعة والعشرون بعد البسملة فلينظر الإنسان إلى طعامه إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يبين لنا الأفق الأعلى في الآية الأفق الأعلى الإمام يقول فلينظر الإنسان إلى علمه هذا الذي عنده عن من يأخذه الإمام يتحدث عن علم دينه عقيدتكم من أين تأخذونها ما هي مكوناتها لماذا تدققون في مكونات المواد التي تستعملونها في طبخكم في زينتكم في علاجكم لماذا تدققون في طبيعة ونوعية مكونات هذه المواد ولا تدققون في طبيعة ومكونات مواد علم دينكم ممن تأخذون دينكم من الوائلي الوائلي هذه أصوله ومواده ومصادره والبقية هكذا وحق الزهراء كلهم هكذا من سيستانيهم إلى أصغر واحد فيهم وحق الزهراء أقول هذا الكلام عن تدقيق وعن تحقيق وحق الزهراء كلهم هكذا هذا الذي تتعلمونه وتعلمتموه قذارة لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة هل تعون هل تفهموا هل ترتبون أثرا على هذا الذي عليه تطلعون لا أقول لكم صدقوني ولا أقول لكم اتبعوني ولكن قارنوا بين الذي أقوله لكم وبين الذي يقوله الآخرون وافحصوا وتأكدوا من ذلك بأنفسكم واحترموا عقولكم لا تبقوا حميرا عند هؤلاء السفلة إلى متى تبقون حميرا ذكروهم ذكروهم بالوثيقة الديخية تبقوا لا أجيب الأسماء واحد قال لي أدع على شنو مستعجب على شنو مستعجب قل لنا أخر بابل ما توصل للنوبة تبقوا 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 أطمئنا تركبهم تركبهم يعني تركبهم وتقول لهم بيخ والله عباردة واحد من الأعلى أخبر خمسة قال لي لا تستعجب ماذا تركب يعني خلاغة أغميشيني تبقوا أغميشيني تبقوا أغميشيني تبقوا 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 ونص عباردة كنا على تفاو وكلكم تعرفونا لأنه مارد أجيب الأسماء أغميشيني قال تركب مثل ما تركب نعم تبقوا تبقوا لا معلم إجمالي هذا هو واقع هو واقع الشيعة لا هو واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة